متى أستشير مصمم ديكور؟ قبل الاستشاري، بعد الاستشاري، قبل البناء أو بعد البناء من أول يوم اللي رح يخطر ببالك تبني هذا البيت هو بحاجة أنه يكون معاك لآخر يوم تسلم في البيت خلينا نفرض أنه أنت عندك خمس أطفال أنت حابب المجلس يكون كلاسيك حابب غرف النوم يكون نظام حديث وحابب المدخل يكون فيه فخام معينة ومزج ما بين الكلاسيك وما بين المودر مصمم الديكور هو الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدك بتخطيط هاي المساحة بناءً على هاي الستايلات اللي أنت طالبها لما نخلص من تخطيط البيت رح نعطي المخططات جاهزة للاستشاري والاستشاري يقوم بواجبه جمالية البيت بسبب الترتيب الصحيح من أول يوم أنت بلشت تبني في بيتك فعندك خيارين يا أما تحكم مصمم الديكور وتحكم مشروعك بأنه ينعمل عليه جمالية بسيطة أو من أول يوم تتغطط البيت على أساس الجمالية